هذه الأفكار نذهب بها إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رائد الدبعي صباح الخير أصعد الله صباحك وصباح كل أستاذة المستمعين أخي أبو كريم حياك الله تفضل سمعتني ولا لا نعم يعني أخي أبو كريم إحنا تاريخيا ومنذ فترة الحاج أميني الحسيني وهناك ملاحظات كبرى حول أدائنا العام بمعنى أن الحاج أميني الحسيني كان يشكل قائدا ليس فقط على مستوى فلسطين إنما كان هو رئيس المؤتمر الإسلامي الأعلى الذي كان يتدخل على سبيل المثال في حل الخلافات بين قيادات الحركة الوطنية في العراق بل أكثر من ذلك يعني هو تدخل لدى اليابان على سبيل المثال لو انتهت حل القرب العالمية الثانية بطريقة مختلفة استطاع انتزاع يعني أوراق منهم مثلا لتحرير الدونيسيا أو غيرها من الدول لكن بكل الأحوال إحنا كنا نعاني دائما إما من الكاريزمية المطلقة والشخصية التي كانت يعني تحظى بهذا الحجم الكبير من الشعبية والتي كانت تطغى دائما على المؤسسة أو اليوم نحن نعيش حالة الانقسام الفلسطيني التي تجعل من أي عمل مهما بلغ مستوى ومهما بلغ جماليته أو حتى كانت قداسته يعني لا يستطيع أن يؤدي الهدف الحقيقي منه وهو تحريرنا النهائي من الاحتلال والانتقال بنا من شاطئ الاحتلال إلى شاطئ الدولة الفلسطينية المستقلة أنا أعتقد أن أحد مشاكل كل مراحل القيادة الفلسطينية هي إما أن تغيان الشخصية المطلقة وهذا لا يعني أن الشخصية بالمعنى السلبي لكن غياب المؤسسة غياب العمل المؤسسي حينما جاءت الحركة الصهيونية أخي أبو كريم على هاي البلد بنت جامعة في القدس وبنت مستشفى بالمناسبة وبنت مؤسسات لشراء الأراضي يعني الحركة الصهيونية حينما تشتري أرض في فلسطين وتسرقها تسجلها باسم الشعب اليهودي بالمناسبة الشعب اليهودي وليس باسم الحركة الصهيونية لكي تؤدي رسالة أن هاي الأراضي لا يمكن أن تباع ولا يمكن أن يتم التصرف فيها إحنا استقدنا منذ اليوم الأول يعني منذ عام 1917 منذ الاحتلال البريطاني لأرضنا لفكرة المؤسسة للعمل المبني على المعلومات للعمل المبني على التقييم الدائم وإحنا مشكلتنا الأساسية أنه يعني نكرر ذات الأخطاء إذا إحنا نظرنا اليوم إلى حالة الانقسام المخجل سنرى أنه في عام 1936 و37 وحتى يعني النكبة الفلسطينية كنا منقسمين ما بين معارضة وموالاة ما بين الحسينيين والنشاشيبيين اليوم إحنا أيضا منقسمين في ذات الإطار ولكن ليس ما بين العائلات إنما ما بين الأحزاب السياسية أنا أرى أنه لكي تكون أي قيادة سياسية موجودة وأنا أعتقد أنه يجب دائما أن نبني على الإنجاز بمعنى التمثيل الفلسطيني برأي أخي أبو كريم يجب أن يكون من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولكن هذه المنظمة بحاجة إلى إصلاح بحاجة أن تمثل الكل الوطني الفلسطيني يجب أن تأتي إليها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي لكي تكون فعليا الإطار الجامع الذي يمثل كل الصوت الفلسطيني لكن بكل الأحوال أنا لا أعتقد أن ضرب تمثيل المنظمة على سبيل المثال هو خيار صائب إنما إصلاح المنظمة وأن يكون لدينا صوت واحد وخيار واحد لأنه إحنا بعد عام أو عامين أو بعد يوم أو يومين أخي أبو كريم سننظر أمام المرآة سنسأل نفسنا سؤال واضح هل أدت 7 أكتوبر على سبيل المثال إلى جعلنا أقرب إلى الدولة الفلسطينية المستقلة هل نجحنا بتحقيق أهدافنا المعلنة بتبييد السجون برفع الحصار عن قطاع غزة بجعل المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أقرب إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس هذا سؤال يعني لن نستطيع أن نتهرب منه سنجيب إذا كان الجواب نعم فأنا أعتقد أن هذه الخطوة كانت في الاتجاه الصحيح إذا كان الجواب لا فعلينا أن نراجع أداءنا جميعا لا أن ننصب محاكم ولا مشانق إنما علينا أن نجيب أنفسنا علينا أن نجيب سؤال هل أوسلو بعد ما يزيد عن 30 عاما جعلتنا أقرب إلى دولة فلسطينية مستقلة أم جعلتنا أقرب لا سمح الله يعني إلى خيارات أسوأ من ذلك مشكلتنا الأساسية أبو كريم أننا لا نتعامل بعقلية المعلومات وعقلية المؤسسة وعقلية الاجتهاد ومشكلتنا الأخرى أنه نغلق باب الاجتهاد مشكلتنا أنه إذا انتقدنا فتح وكأننا ننتقد العمل الوطني وإذا انتقدنا حماس وكأننا ننتقد الإسلام والدين الإسلامي هذا كلام خطير للغاية علينا دائما أن نضع أنفسنا أمام المرآة وأمام العمل يعني إذا وضعنا أنفسنا أمام المرآة وأنا بحب يعني هذه القصة أنه نضع أنفسنا قدام المرآة حتى يوقفوا مزايدات على بعض وحتى نوقف يعني مزايدات كلنا على بعض بمعنى أنه عندما ذهبت منظمة التحرير أو حركة فتح إلى أوسلو طبعا لم تستشر حماس ولم تستشر الجهاد الإسلامي وعندما ذهب الحماس والجهاد الإسلامي إلى الحرب لم يستشروا فتح والسلطة وهنا يقع الفارق أنه هنا يقولون يعني ذهبوا إلى حرب ولم يستشرون يعني لو استشاروا السلطة بكلهم فوتوا في الحرب ولو استشاروا حماس بكلهم فوتوا في أوسلو لا هو أخي أبو كريم الفكرة مش أن نستشير فتح وأن نستشير حماس فكرة أن المجتمع الفلسطيني يعني فلسطين تضم 14 مليون إنسان يعني أنا أعتقد أنه حتى ليس فقط الدخول في أوسلو إنما إدارة ملف أوسلو بكل الأحوال يعني لم يكن بالطريقة المثلة بمعنى إحنا كاننا نستطيع أن نستشير يعني أهم خبراء شعبنا الفلسطيني بالمياه وبقضايا اللاجئين وبقضايا القانون الدولي هذا موضوع يعني أعتقد أنه كان بإمكان أن يدار أفضل من ذلك القضية الثانية أخي أبو كريم يعني الذهاب إلى 7 أكتوبر لم تكن الجهاد الإسلامي جزء منه حتى معظم الدراسات التي يعني تتحدث عن ذلك حركة حماس يعني أطلقت ثورة 7 أكتوبر يعني حتى دون مشاركة حركة الجهاد الإسلامي بكل الأحوال هذا لا يعني أنه إحنا يجب أن نهاجم بعضنا البعض لا في أوسلو ولا في 7 أكتوبر إنما من حقنا كمواطنين وكفاعلين اجتماعيين ومن واجبنا ومن واجب حركة حماس ومن واجب السلطة الوطنية الفلسطينية دائما أن تقيم أدائها من أجل الأفضل هذا لا يعني أن نقيم أدائنا بطريقة الردح الذي نرى اليوم بطريقة التخوين التي نراها اليوم وبطريقة التكفير التي نراها اليوم إنما بطريقة المؤسسة بطريقة الأرقام بطريقة التقييم المبني على أسس وعلى معلومات هل نحن أقرب إلى تحقيق أهدافنا أم أبعد هل نحن بحاجة إلى تغيير الأدوات والسلوك وكيف وماذا ولماذا وماذا يريد الشعب الفلسطيني والقضية الأخرى الهامة أخي أبو كريم إنه إحنا معظم أبناء الشعب الفلسطيني حتى اليوم هم في صفوف المتفرجين مش اللاعبين بمعنى إنه هناك الحركتين الأكبر هما الذين يحاولان ويعملان على إنهاء الانقسام هذا لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أخي أبو كريم لأنه إحنا نستخدم ذات الأدوات من 2007 حتى اليوم بالتالي الضحايا الحقيقيين للوضع الراهن من المواطنين والمؤثرين والمفكرين وقادة الرأي العام والنساء والشباب مغيبين وبالتالي تغييبهم لن يؤدي أبدا إلى إنهاء لا الانقسام ولا الوضع الراهن المطلوب أن يتحول الضحايا الحقيقيين للوضع الراهن وهم المواطنين الإنسان الفلسطيني الفاعل الفلسطيني الحقيقي من متفرج إلى لاعب أساسي لإنهاء هذا الوضع من خلال إشراكه ومن خلال سماع صوته من خلال عقد انتخابات من خلال إشراك الشاب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية والمثقف الفلسطيني في الشأن العام دون ذلك سنبقى نراوح أنفسنا وسنبقى ندور في ذات الفلك لا سمح الله وهل هم قدر الشعب الفلسطيني أن يبقى فلان وفلان وفلان ويتنقى الفلان من فلان من المنصب الفلاني إلى المنصب الفلاني وهكذا هل هم قدر ولهذا المواطن الفلسطيني ساكت يعني بروح على الصحة بأخذش دواء بروح على المدرسة بأخذش تعليمه بروح على الشارع بلاكي مش مظبوط مش قادر يطلع من مدينته مش قادر يطلع من مخيمه من قريته مفيش حدا بيحميه أمنيا محدش بيحميه صحيا محدش بيحميه تعليمين وهم ينصبون أنفسهم يعني منذ فترة بعيدة وبسنين هل هم قدر يعني حالة الانقسام المخجلة تجعل هذا الوضع يعني أكثر تعقيدا هذا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أخي أبو كريم طبعا يعني إحنا نتحدث أيضا يعني عن ذات المشكلة يعني ليس فقط لدينا في الضفة الغربية هذا يعني عدم التغيير إنما أيضا يعني في قطاع غزة قبل 7 أكتوبر لم يكن هناك انتخابات لم يكن يعني هناك حياة ديمقراطية بكل الأحوال أنا أعتقد أنه آن الأواني اليوم للأكثرية الصامتة في المجتمع الفلسطيني أن تطالب بتغير حقيقي في طريقة الإدارة الحياة العامة في الوطن بمعنى يعني يجب أن يكون هناك مجلس وطني فلسطيني يتمثل فيه الشباب يعني أنا بدي أقول لك قضية أخي أبو كريم يعني قد يكون من المخجل أو من المضحك أنه المجلس الوطني الفلسطيني اللي فيه تمثيل للشباب يمثل الشباب فيه ناس ما لهم علاقة بعمر الشباب عمرهم فوق الخمسين عام بالتالي نحن نتحدث عن مجتمع فتي هناك عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الشباب صفر علما بأنه أسسة أو ليس أسسة يعني ما بعد الانتقال وانتقال قوات أو حركات الثورة الفلسطينية عام 1969 بعد أن استلمت القيادة منظمة التحرير الفلسطينية كان معظم قيادات منظمة التحرير الفلسطينية من الشباب بما في ذلك ياسر عرفاتي الذي كان شابا حينما يعني لم يكن في العقد الرابع من عمره حتى حينما استلم قيادة الشعب الفلسطيني بالتالي يعني يجب أن يتم الاستماع إلى صوت الأغلبية الصامتة في المجتمع الفلسطيني ويجب أن نعلم أخي أبو كريم أن الطريق الأولى والأهم والوحيدة للخروج من هذا النفق الداخلي المظلم هو الوحدة الوطنية أولا وأخيرا هذا شعار قد يبدو صعبا وقد نقوله كل يوم وممكن للناس تزهر أن تسمعوا لكن هذا طريق يعني إجباري لا يمكن لنا أن نخرج من الوضع الراهن إلى وضع أحسن منه إلا من خلال الوحدة الوطنية وإشراك الناس في القرار ومن خلال يعني الوصول إلى وحدة وطنية حقيقية ومن ثم انتخابات حقيقية يتمثل فيها الكل الفلسطيني والاتفاق على برنامج وحدوي يقوم على الالتزام بالثوابت الوطنية هذا كلام قد يبدو للمستمع اليوم أنه كلام إنشائي وشعارات عريضة لكن هذا الكلام هو الطريقة الوحيدة للخروج من النفق المظلم دون الوحدة الوطنية ودون العمل المشترك ودون أن نؤمن أنه بهذه البلد لا يمكن أن يكون هناك مستقبل دون أن يكون نؤمن بأنه فتح جزء أصيل وأساسي من الحركة الوطنية الفلسطينية وكذلك حماس وكذلك كل قوى اليسار الفلسطيني وكذلك الجهاد الإسلامي بمعنى أن نقبل بعضنا وأن نتفق على قواعد مشتركة هذا مصر إجباري لأنه لا يمكن لا أن نلغي بعضنا ولا أن نعيش دون بعضنا أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والمحلية السياسية لأساد رائدة دابعي كنت معنا من نابلس